شارك سعدة الدكتور محمد بن مبارك بن دين المبعوث الخاص لشؤون المناخ نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في الاجتماع الافتراضي للجمعية الأمم المتحدة للبيئة والذي تحتضنه الأمم المتحدة في مقرها بنوروبي تحت شعار تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأكد سعدة المبعوث الخاص لشؤون المناخ خلال كلمتها أن الشؤون البيئية تحظى باهتمام كبير ويعتبر الملف البيئي من أهم أولويات التنمية ورقناً أساسياً في مسيرة النهضة الحديثة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى ويشرف على تنفيذها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذلك بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة وأوضح سعادة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أن المجلس الأعلى للبيئة عمل خلال السنوات الماضية بشكل مكثف في سبيل تطوير القوانين البيئية والقواعد التشريعية لتكون أكثر فاعلية وشمولية وتماشياً مع هداف التنمية المستدامة ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية اشتركوا في القناة